مرات سرطان تم وصفه بالمرض الصامت وخاصة هذا المرض بيؤدي للموت إذا لم يتم معلجته من البداية اليوم رح نتعرف على أسباب هذا المرض الأعراض مع ضيفنا لليوم الدكتور نذير إبراهيم وهو اختصاص في الأمراض الهضمية يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا بك يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بك كثير من الأشخاص نسمع مصابين بمرض القلون بشكل عام وليس لسرطان خلينا نحكي أول شي نعرف هيك ولو سريعا بالمرض ونسأل حضرتك ممكن يتطور لا سمح الله لموضوع السرطان شي سؤال حلول الشيء المهم أنه اللي نسميه نحن الكولون العصبي أو متلازم الكولون المتهيج باللغة العربية هذا مرض شائع جدا وبيشكل حوالي 40% من المراجعين لطباء الهضم يعني 40% يبراجعون عندهم مشاكل يسميه الكولون العصبي وهذا مرض مختلف تماما ليس له أي علاقة مباشرة ولا يتطور إلى سرطان سرطان كولون مرض لحاله وتتشنج الكولون العصبي حب تطمم لأنه كثير من الناس وكثير اللي عمي شاهدونها أول شي نقطع علمونه أنه في علاقة بيناتهم لا علاقتها مباشرة على الإطلاق المشكلة أنه قد يتظاهر سرطان كولون بإعراضه كأنه كولون متهيج هنا يجب أن نكون واضحين وأن عند مراجعة الطبيب طبعا طبيب راح يقدر أنه هل هناك داعي لاستقصاءات وفحوص وأمور أخرى حتى يميز بين الحالتين إذا تأكد أنه تشنج كولون أو كولون متهيج هذا حاله عبارة عن علاج طويل أمد وقال له علاقة بنقول بالإنجليزي كولون ريفليكس دامود يعني الكولون بيعكس المزاج وبالتالي التوتر والشخصية اللي يسمونها type of personality اللي هي اللي كتير دول يعني في عالم كتير بتفوت منهم هون الكلمة مزعجة بيطال عوها من هون بدون ما يطناش هذا ما بسمعه تشنج كولون أما الحساسين أكتر اللي بدوروا على البرفكشن أكتر اللي بدأوا أكتر بتفوت الكلمة بيقلبوها 300 قلبي بالرأس هاي شخصية ما العلاقة هذا استعداد هذا بيخلينا نعمل أكتر حضور لمتلازمة الكولون متهيج فالطمنوا يلي عندهن كولون عصبي هدولين ما رح يطوروا سرطان كولون إلا كما هو يتطور عند الآخرين اللي عندهن واللي ما عندهن وإن شاء الله رح نلقي الضوء على هذه النقاط بأسألكم القادمة دكتور دياليوم معنا نسبة الكولون العصبي بسبب أضغوط والظروف اللي عم نعيشها وحضرتك من كلامك ربطت اليوم الحالي نفسي بمنشأ هذا المرض حتى جاوب علمياً إحنا ما عنا أحصائيات واضحة ولكن كما نعلم يعني الظروف التي نمربع بعزي المرحل ظروف ضاقطة بكل اتجاهات فاللي كان عنده استعداد شوي للتحمل وخفت قدرته على التحمل هذا قد يزيد هذه القضية بشكل كبير لكن ما عنا أرقاب لكن أنا أقول حتى في بريطانيا حتى في أمريكا أربعين بالمئة من مراجعي عيادات أمراض الهضم يتبين أنه لديهم متلازمة الكولون المتهيج فهي شائعة جدا هلأ توقعك بما كان هو سؤالي كأنه هو سؤال معه إجابته أنه ألا تزداد بهذه السؤال وبالطبع يعني عندما تكون الضغوط مي وكهرباء وعدم وفرة مالية وما رح نحن ككله لما ترمونا ياهر السياسي طيب خلينا نذكر وننوح على أعراض الكولون ولو سريعا ونشوف قديش بتتشبه مع أمراض تانية مثل المرارة أو غيرها من الأمراض الحقيقة متلازمة كله متهيج أعراضها يعني من أقول من أي لزد يعني كبيرة جدا ومتفاوتة جدا ولا يمكن حصرة في إطار الوحي وسبقوا حكينا بأحد الورامج عن كله متهيج ديول أنه بس باختصار أنه هو أعراضه أعراض قد تكون تخبئ وراء أمراض أخرى يعني مثلا في مرضى اللي عندهم عدم تحمل اللاكتوس ممكن يجو بأعراضها كأنها تشنش كلهم مرضى أسواء الامتصاص ممكن يجوه كأنه ممكن بكل الأعراض الأخرى اللي بتساوي آلام بطنية بما فيها يعني أي عضو بطني أنه يعطي لكن هو بحد ذاته عندما نجري الفحوص والتحاليل هو له يعني كينونية بحد ذاته لا يوجد شيء آخر يعني جزء منها ننفي الأمراض الأخرى ولكن في بعض الأعراض اللي هو يعني تباين بين المرة عنده أمساك مرة عنده إسهال على بعض الأكلات يتطبط البطن تقول لك الست أنا بلويس تنورة صبح ستة وثلاثين إذا نحزمت على الغداء أكلت كبه بصير تنورتي بدا تتنين وأربعين هذا مش عد غري بيقول لك أنه يعني إحنا رايحين بهذا التجاهل هو مسميه يعني هو شو المبدأ فيه ببساطة انتعلم بمدرنا بعدين أنه الكولون عادة بيتقبط بمكان بيفتح بمكان وهكذا بتمشي بتجنج الكولون يتقبط بأمكان مختلفة بنفس الوقت لذلك البطن بيبدو كأنه متطبئ هي أم أعراضه ولكن لا علاقة لها برجع أقول مرة تانية بسرطان الكولون هذا لا يتطور إلى سرطان الكولون لا تخشو الستات هو يصيب الستات أكتر لأن تعرفوا أنتم حساسين أكتر أكتر يعني استشعارا بالأزى وارتكاس إلوه فبالتالي يعني هذا لا يتطور سرطان الكولون للأطمئنان طيب دكتور خلينا نضوي أكتر على سرطان الكولون لليوم شو هو أعراضه وإيامة اليوم المريض يعني بيصل لمرحلة أنه أنا لازم بروح شخص إذا كان سرطان أو لا تمام إحنا حكينا عادة شنوش الكولون حتى نحن نقول تشنوش الكولون إذن ما بيبلش هو صغير واحد أما واحد عمره 40 سنة وعنده أعراض بطنية وتغير بعادات التغوض كانت سيسامساك أكتر من قبل نقول تشنوش كولون هون لا هون من شغل الإنزار الإنزار أنه البدء المتأخر لأعراض غير وصفية في البطن يجب أن يستقصر يجب أن يستقصر لننفي أن هناك سرطان سرطان كولون أو أمراض كولون أخرى غير التشنوش عادة مثل ما إلنا مع تقدم العمر قدرتنا على تحمل الأمور والارتكاس إلى بأقل يعني أقل عنفاً وأقل ارتكاساً وأقل تشنوشاً وأقل تطبلاً هو مع العمر يتقدم يعني بصيبه واحد بيتحمل لأنه تعود على لطن أما بعد الخمسة وثلاثين سنة هذه الأعراض أي أعراض بطنية غير وصفية الأعراض المنصرة وبتخوف أنه والله صار معه جنب الخروج أعراض بتخوف أنه نزل وزنه أنه مو بس عمي يجعه بطنه أما فوق العمر هادة أهم نقطة أن تراشع طبيبك ولا تعتبر أنه أنت مثل يعني الست تعتبر أنه ابنت عدا تشنوش كلون هي صار معها تشنوش كلون وأمرك مصور بين سنة هذا غلط هون يجب أن يستقصى والنقطة المهمة الكتير مهمة جداً سرطان الكلون انزاره خطره يتعلق بالكشف المبكر له وهذا اللي بدنا نحكيه كيف بدنا نلاقي طريقة لنكشفه باكراً هوني نقطة مهمة جداً يعني إذا أنا ما عندي قصة يعني سرطان كلون بالعائلة وما عندي حدا من أهلي معه سرطان كلون خاصة الأب الأم الأخ الأمن يعني يسمون أول درجة الأولى من القرابة تمام إذا ما عندي هل هناك داعي لأني استقصي عن سرطان كلون برا هذا الأمر متاح ويجب أن يصبح متاح في مرحلة ما بهذا البلد لأنه الاستقصاء عن سرطان كلون لمرة واحدة وبعض التحليل البسيطة عندما تظهر على الأعراض التي تنبي بأنه في مشكلة ما ننفيها بهذه الاستقصاءات أو ما بدي أول ننفيها بالمطلق ولكن نخفف من احتمال حدوثة وبالتالي الجزء الآخر نكتشفه باكراً الاكتشاف المبكر راح أحكيه خلينا نشوف بالأصابع أنا إذا اكتشفت سرطان كلون مبكر عند المريض تسعة من عشرة بيشفوا إذا كنتمج أخير تسعة من عشرة خلال خمسة سنين بيموتوا خلينا نرجع على الرقم واحد من العشرة فقط هناك خطر على حياته بالاكتشاف المبكر تسعة من عشرة إذا كان الاكتشاف متأخير خلينا نشوف بس يعني هيك معادلة بسيطة هائل الفرق لذلك يجب أن نبحث وهذا بنا نحكيه أنه متى نبحث عن سرطان كلون مبكراً ماذا نجري نكتشفه وكيف نعالج السرطانات في بداية تأوي قبل أن تصبح سرطان بدقة بالمراحل المتحولة بتحبوا نحكي فيه في أولاً أكيد دكتور مهدر صار السؤال أو محور حديثنا أنه كيف نحن ممكن نكشف السرطان فيه ممكن أشخاص ما يظهر عندهم أي عرض ولكن لما تظهر الأعراض يحللوا ويطلع معهم ويطلع بشوي مراحل متقدمة يعني طبيعة جزء ما أنبقت بوجود السرطان فكيف نحن فينا يعني نكتشفه وبكراً إذا فيه قصة عائلية لأنه 5% من سرطانات الكوروناتك عائلية يعني فيها فيها تحول بالجينات هلأ إذا فيه قصة عائلية قضية مختلفة تمام يعني إذا حدا عندك من الأقارب من الدرجة أولى فهذا صار يستدعي أنه نراقب هذه القضية بشكل كتير مباشر إذا فيه أعراض منبئة بأنه هذه الأعراض ليست عبارة عن مرض بسيط يعني مثل ما أننا نقصد وزن فقر الدم الدم الخفي بالوراز الإيجابية إيجابية هذا الفحص هذا بيخلينا نقول ونحن نعمل تنظير كلون أو إذا ما عنا أمكانية تنظير كلون وهو التنظير كلون هو رقم واحد في الكشف المبكر ولكنه يعني دونه عدة عقبات واحد منه هي الكلفة واحد منه هو التحضير واحد منه هو القلق يعني أنه والله بده يأخذ مسحيل وبده يعمل ويعني فيه إجراءات هناك تحليل أخرى يعني تم اعتمادها عالميا كتير بسيطة هو تحضر الدم الخفي بالوراز بطريقتين طريقة الأديمية بنعمل ثلاث نمازج طريقة جديدة هي فعيتي بسميها بنعمل على النموذج واحد هذا بنقص الوفيات من سرطان قومة بالمجتمع 33% ليش؟ لأنه نكشفه باكرا الكشف المبكر يخلينا نعالج بشكل مبكر نعمل العلاج كتير له كتير بسيط معنوم معقد ما في داعي في معظم الحالات لإلاجات جهازية وشعاعية وكيموثيرابي فبالتالي إذا استردناه مبكرا بالمراحل اللي تحول فيها معظم سرطانات الكولون تنشأ على قاعدة مسمية البوليب البوليب يعني مثل تالولة تالولة صغيرة تجيب الكولون هلأ جزء منها المسمية اللي له بنية غدية دينوما هذا إذا كبر فوق السنطي بصير بتحولها لسرطان لكن للمرضي اللي هلأ عم يسمعونه وعملين بوليبات هذا البوليب لحتى يتحول لسرطان بياخد إذا كان حجمه أقل من سنطي بياخد عشر سنين يعني هو بكرا عيسين معك إذا نظرت من شهر وطلع معك بوليب وعطي لك موعد للتنظير لتشيله بعد فترة لا تقلق يعني بياخد أما إذا كان البوليب كبير فسرعة فيه أكبر هلأ هدول البوليبات بشكله يعني الحالة الأكتر تأهيما لأنه هدول يتحول إلى سرطان كولون إذن البوليبات البوليب هو عبارة مثل الزايد اللحمية مثل التالولة اللي بتكون على الجلد بنشوفها أثناء تنظير كولون كلما كتر عدد البوليبات أو حجم البوليب ونوع البوليب في النوع التهابي ما له معنى ما له خوف من ما بتطور لكن يجب أن يستقصى طريقة استقصاء وسهلة يعني مثل ما عملت فحاص طلي عندي دم نظرت لقيت عندي بوليبين أخدت البوليب اللي طلي عندي أدينوم أكيد بدي أرجع نظر بعد كم سنة حسب درجة التحول بهذا هناك قواعد عالمية متفقة عليها قد لا تكون متفقة عليها كثيراً عنها لأنه في أراء مختلفة فيها لأنه ما عنا ناظم واحد لهذه القضية ولكن علمياً نحن في جانب الأمراض لهضم حاولنا نعمل حاولنا نعرف إليش عندنا سرطان كولون الفترة فترة عملنا مرتين دراسة وما ضبطت معنا لأنه بدأ حتى نعرف إليش سرطان كولون يختلف المجتمع إلى آخر يعني ليس عندنا نفس النسبة عالمياً أعطيكي مثال سرطان كولون تالت سرطان انتشاناً بدول الغرب يعني تعدي سرطانات أول واحد كالتاني التالت هو سرطان كولون عند النساء وعند الرجال يعني بالمين بلهم ما نصدق السبب شو هو النوع الأكل؟ فنحن أهلا بنحكي على أنه هذا واحد منهم واحد منهم جتي على الوتر يعني نحن بنحكي كثير بالأكل بيأثر إذا بنحكي فيه أكل بيأثر بأنه ينتج أمراض أكتر شي هو الكولون وعليه نقاش طويل وطويل جدا يعني مثلاً بما أنك حكيتي فيه إنه إذا اللحم المشوي اللحم اللي سواعاً بالقريل واللي على الفحم ها بيطاني مواد مصرطيني أكتر تناول بكثرة هذا ممكن يزيدها اللي عندهم أوفر ويت مما كان يعني أوبيس زيادة ملاحظة أنه يصير عندهم سلطان كولون أكتر من غيرهم يعني بمعنى آخر هلأ مرض السكري قد يزداد عندهم وهو أهم أنه يزداد عندهم مخاطر العراج تبعه ولأنه السكري له مشاكل أخرى فإذا ما عدا العائلي العائلي صديقة العزيزة فيه مرض عائلي اسمه الداء البوليبات العائلي هو واحد من مئة وسلطان كولون بس قبل الأربعين سنة تقريباً مئة بالمئة من المصابين داء البوليبات يعني يكون عندهم بالكولون شمية بوليب ألف بوليب مئة بالمئة بتصبطه مئة بالمئة إذن تختيبه منهم من شلون الكولون قبل ما يصيروا بالأربعين سنة وأكيد يعني أنا عندي عائلة منقربة إلي جداً على المستوى الشخصية متابعهم عندهم صبية منهم يعني هذا مسألة هو نادر ولكن إذا في قصة فما عدش تقولي والله من نظر اختام النظر أخوة ما بنعمل لأنه قضية مئة بالمئة يتحول إلى سرطان هلا المرض الثاني اللي هو ما في بوليبات أربع بالمئة المائي كلهم ما في ما في غير أنه بوليبات وتصير وبتعمل سرطان النسبة الأعظم منهم دكتور خلينا نوصف الحالي بشكل دقيق كونه اليوم عم نحكي عن مرض كتير مهم وهو شائع مبدئياً ككلون عصبي نفخة بيعمل قصص كتير بشكل الجسم ومثل ما قالت نحنا دائماً بعاداتنا الصحية من أثر ومتأثر فيه دائماً خلينا نحكي عن علاقته بالأمعاء والمعدة هلا سرطان الكولون تحديداً وليس تشنج الكولون فيه جزء منه بيعمل أورام خالج الكولون تنازلات أليلة ما بدي أشغل المشاهدين فيها لأنه هي كتير أليلة لنسبتها لكن اللي بدي أقوله أنه أعراض المنزرة لسرطان الكولون برجع بعيدة للمرة الثانية أنه أنا لما عندي أعراض بلشت لي وكأنه أهلان بطنية تشبه تشنج كولون أو مشاكل كولونية أو إنترنت هدولي بعد الخمسة وثلاثين سنة لازم تأخذ بجدية وننفية المرضى اللي عندهم دائكرون اللي عندهم التياب كولون قرحي ومشخص هدولي يزداد عندهم نسبة سرطان كولون فما فيني أفترض السلامة بالأعراض الجديدة وأنه كأنه ما في شيء هوني بناخده أكثر جدية أما الباقي فأنا متبرم كل الناس تنحط على فحص سرطان كولون بعمر محدد دول 45 دول فوق 50 ومنعطيهم هالاستقصاء اللي هو ما بفحص مراز أو تنظيم كولون طيب دكتور فينا ناخد نصائحك ولو سريعة من حضرتك ممكن بما يخص اكتشاف مرض السرطان سرطان الكولون أو حتى طريقة العلاج ولو سريعا هلأ طريقة العلاج تعتمد على المرحة الكتير في السرطان يعني إذا مثلا لعينا بوليم ونبلش السرطان نصائطه فيه أو أنه صار عنده كتير أحسر تصنع بقلبه هذا المقدم للسرطان ولو بحجمه 2 سنتيم أيام زمان كنا نعمل عملية مثلا نشيلهم بالتنظيم يعني بيوت من المنظار عبر المنظار العادي مو منظار بطن ومنقطع ومنقيم ومنستقصي وانتهى وانتهت القضية طبعا مراك وبعدها بفترة لكن عمليا ماحتاجنا لفتحة بطن إذا كان السرطان غزوا وعبر إلى جدار الكولون صار فيه جراحة والجراحة إما جراحة موضعة أما إذا كان منتشر أكتر فيحتاج إلى علاج بالمواد الكيموية وقد يحتاج إلى علاج بالأشعة لذلك برجع أقول الاكتشاف المبكر هو سر الأمان والنجاح بالوقاية التعليق في كتير كلمات أنه نحكي نعطي أسبرين للمرضى بيوقي من سلطان هذا شائع على خلاف إلا بالتناظرات الجراسية خاصة اللي ما فيها بوليبات اللي ممكن الأسبرين يكون كتير مفيد أما تعطي لمريض أسبرين لأنه بدك تحميهم سلطان كولون وهو ما عنده ولا رزق آخر ما عنده عوامل خطورة لإصابة سلطان كولون فنحن بالهضمية شايفين نشاكل كبير الأسبرين ما تاخده بسهول أما عمري فوق خمسين سنة حاطت شبكة عم بأخذ أسبرين منيع الأسبرين بيوقيك من النقص التروي وبيوقيك من سلطان كولون بس تعملوا لأ اتنين بدي أحكي على الشائعة كتير بلتنو خود كليس وخود ماجنيزيوم خود حمد الفوليك خود فيتامين دي الحقيقة الجمعية أمريكية للسلطانات لم توصي بذلك على الإطلاق وحتى لم توصي بحمية غزائية محددة بتعرفين أنه نحن يعني الفيتامين دال بخفف لكن لا يوجد توصيين بمعنى آخر الدليل ليس قويا حتى هذه المرحلة فما كتير تشكلوا بادكون وخاصة للرجال يروحوا يأخذوا كرس كتير دائما نرجع للطبيب بكل الأراضي بيأخذ كرس كتير مش هنحمي حروم السلطان كلهم بزيد عنده سلطان لبروستات فبننضير بالنا هذه التوصيات إذ جنابتكم مدعومة بأدلة علمية مباشرة ومن جهات عالية المستوى بأعتقد هي أكتر هي يعني وهم أكتر ما هي حقيقة شكرا دكتور لكل نصائحك وشكرا للمعلومات صباحك صحة ونحن أكيد بالسلامة والصحة لكل حد عم بيشوفنا شكرا دكتور لحضورك شكرا لكم أهلا وسهلا بيحضرتك حكينا عن السلطان عند الصباح بسعد مهم للحماية المجتمع من هذا المرض أكشف على الصحة والسلامة لكل الناس اكتشاف المبكر هو أهم شيء شكرا كتير لك دكتور